المال هو القاسم المشترك بين اجتماع عقد في نيويورك لمجموعة أصدقاء اليمن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حضره الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وحصل اليمن خلاله على مليار واربعمائة مليون دولار كتعهدات من المانحين وبين جمعة في صنعاء حملت اسم استعادة الأموال المنهوبة نطالب سعادة كافة الأموال المنهوبة من كل طرف سواء كانت مؤيدة للثورة أو المعارضة والآن الدول المانحة عقدت اليومين السابقين أنها سوف تمنح اليمن عدد من المبالغ في حال لم يتم استعادة الأموال المنهوبة فإنما سيأتي إلى اليمن سيتم نهبه كذلك رغم أن التعهدات المعلنة لم تتجاوز مليار واربعمائة مليون دولار إلا أن الرئيس هادي أعلن من جهته نجاح هذا المؤتمر وستضاف هذه المبالغ إلى التعهدات السابقة التي أعلن عنها المانحون في مستهل شهر سبتمبر الحالي في مؤتمر الرياض والبالغة ستة مليارات ونصف المليار دولار على شكل مينح وقروض ميسرة ستسخر جلها في إنعاش الاقتصاد اليمني وتوفير الخدمات وإقامة مشاريع البناء التحتية نحن كشباب الثورة نؤمل على هذا المؤتمر أن يعيد اقتصاد البلد وأن يعيد الأمن الاقتصادي الداخلي للوطن بعد أن انهار منذ عقود طويلة وكذلك خلال أيام الثورة سبعون بالمئة من مشكلة اليمن هي اقتصادية حسب تصريح الهدي في نيويورك حيث أكد أن التعهدات المالية التي ستحصل عليها بلاده ستساعد الدولة على تجنب حرب أهلية وعدم الانزلاق إلى حافة الإفلاس بعد الانتفاضة التي استمرت نحو عام وأطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح وبكنت القاعدة من اكتساب موطأ قدم له في المناطق القبلية حصور اليمن على زهاء ثمانية مليارات دولار كتعهدات من المانحين في مؤتمر الرياض ونيويورك سيعني فيما يعنيه اقترابه من القدرة على سد الفجوة التمويلية وبنسبة 65% وسيكون وفقا لذلك أمام تحدي واقتبار حقيقي في قدرته على استيعاب هذه المنح بطريقة سريعة وسليمة مجلس صمدي الشرقية نيوز صنع ترجمة نانسي قنقر